حلقة جديدة وفرستين جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة وكل المطلوب هو إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق ومع الحلقة التالية ياريت نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجيزة عبارة عن صندوق جواة 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حظ سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخمستاشر من الموسم الرابع من برنامج رمضان وأشياء اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات رمضان لسنة الفين وعشرين واللي بنقدمه السنة دي برعاية حلواني النص التاني الحلقات بتاعتنا محملة بحرق للأحداث والنهاردة حنتكلم عن الأحداث كلها بتاعت مسلسل النهاية وصولا للحلقة الأخيرة فلو في حد لسه ما خلصش المسلسل أفضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى رجع لها لما يتفرج على الحلقات اللي فيتا المناقشات والمراجعات بتاعتنا في شكل خطاب مرسل بدون نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم بيكون في حلقة على البث بتاعنا على نيمو اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن تقدروا تنضمونه لو تحبوا تنقشونا في الحلقة دي والمحتوى اللي حيكون موجود جواها الناس اللي شاركت في سؤال المسابقة في الحلقة اللي فاتت يا ريتي بصوا على التعليقات بتاعتهم عشان الفائزين تم اختيارهم بالفعل وتم ابلاغهم عن طريق رد على التعليق بتاعهم وان شاء الله في سؤال حيظهر في نقطة ما من الحلقة دا افتكروا تجاوبوا عليه افتكروا تحددوا المحافظة اللي انتم عايشين فيها وافتكروا تشتركوا في قناة فيلم جامد على يوتيوب وفي حسابات حلواني النص التاني على فيسبوك وانستجرام النهاردة زي ما قلنا حنتكلم على مسلسل النهاية كله عمرى عبدالجليل ناهد السباعي صهر الصياغ صهر الصايغ احمد وفي السيناريو العمر سمير عاطف والاخراج لياسر سامي الاحداث بتاعتنا بان فيها خلاص في الكم حلقة الاخيرة الحقيقة بتاعة الصراع ما بين الواحة والتكتل وان الواحة ما كانتش تستعد للدفاع عن نفسها ضد هجوم متوقع من انرجي كو ولكن العكس هو الحقيقي ان شخصية صديق اللي احنا بنكتشفها الغامض يعتبر زعيم طائفة بقالوا عدد كبير جدا من السنين وبيخطط لهذه اللحظة من زمان جدا كان بيبني ساروخ بالاعتماد على التكنولوجيا اللي اختراعها زين الحقيقي علشان هو اللي يهجم على التكتلات ويبطل كل التكنولوجيا اللي موجودة وفي نفس العملية يضمر الواحة كلها علشان بعد كده يظهر مرة اخرى في الوقت اللي هو يختاره كمنقذ للعالم وموفر لكل التكنولوجيا داية وفي الاخر بيتم تحالف ما بينه وما بين مؤنس لتنفيذ هذا المخطط زين الحقيقي بيكتشف ان هو كان بيتم تخديره او بيتم السيطرة عليه وغسيل مخه وبيفوق اخيرا وبيحاول يحاربهم ولكنه بيفشل في اللي هو بيحاول يوصله ان هو يمنعهم وبيتم تجميده بناء على تعليمات من صديق بحيث ان هو يتم قعدته بعد كده بعد عدد كبير من السنين لما يكون في حاجة ليه وصديق عنده مشاريع ونوايا ليه بالفعل زين الروبوت صباح بتمجح في انها ترجعه تاني لحالة نشطة وبيحاول يكافح الهجوم بتاع الواحة عن طريق تكوين درع ولكن في اللحظات الاخيرة وبسبب صراعه مع عزيز بيفشل في ذلك وبعد كده الاحداث بتجري بينا خمسة وعشرين سنة لقدام علشان يتم اعادة زين للحياة في وقع خلاص اصبح بقى يعني احنا لو في بداية المسلسل كنا بنتكلم على الديستوبيا وبوست ابوكاليبتك حالة وكلام زي ده اللي عبقى بقى اسوأ وانية المليون الف مرة والاحداث بتنتهي في هذه النقطة وطبعا عندنا بعض الاحداث الفراعية بقى اللي قدتنا للنقطة دي زي الراجل الهيستيري المخبول اللي كان محتاج الصباح والعصابة اللي كانت بتاخد الاكلة او المواد الغذائية اللي بيتم سرقتها من جرينكو والخط بتاع يسر والحوارات دي كلها بس دي كلها كانت ادوات ما كانتش خطوط درامية في المقام الاول. مسلسل النهاية عاوز بس استعيد كده رحلة المسلسل من بدايته لنهايته معايا انا كانت عاملة ازاي وبعد كده نبتدي نتكلم في انطبعاتي المباشرة عن الحلقة ديت. انا في البداية كان عاجبني المسلسل. اول حلقة عملناها عملناها بعد مرور تلات حلقات من المسلسل. كان عاجبني جدا تقديم العالم اللي احنا موجودين فيه. تقديم الشخصيات. اه توضيح اه شكل الحياة اللي احنا عايشين فيها والواقع القمعي والسيطرة ومنع العلم والامور دي كلها وحاجات زي كده. لغاية لما وصلنا للنقطة اللي حدوتتنا بتنطلق منها وهي نقطة دخول المكان بتاع الواحة. وده تم في الحلقة الرابعة. وده كان شيء كويس جدا لان حتى الايقاع بتاع الاحداث كان متسارع وما فيش تأجيل وما فيش تطويل وما فيش حاجة من هذا القبيل. اه الحلقات اللي بعد كده كان عاجبني فيها التوازن ما بين الجانبين اللي بتدور فيهم الاحداث لان من بعد الحلقة التالتة الاحداث بتاعتنا انقسمت لجانبين العالمين لمكانين احداث بتحصل فيهم والاتصال اللي ما بينهم كان قليل جدا او ضعيف جدا. بس كان عاجبني ان فيه توازن ما بين الجانب ده والجانب ده وان فيه اهتمام بالجانب ده وفيه اهتمام بالجانب ده ان كان فيه غموض هنا وكان فيه غموض هنا وكان فيه اسئلة هنا وكان فيه اسئلة هنا. كان فيه شخصيات ثرية في الجانب بتاع التكتل وكان فيه شخصيات لسه غامضة بالنسبة لنا في الجانب بتاع الوحة ومتوسمين انها تكون متيرة للاهتمام بالنسبة لنا وحنا بنتحرك آآ بس ابتدت تظهر تلات مشاكل بالنسبة لاتكلمت عنهم في الحلقة التانية واحد منهم كان قلق والحاجتين التانيين كانوا مشكلتين المشكلة الاولانية ان حقيقي كان عندي عدد من التساؤلات على مدى عمق الشخصيات اللي احنا بنتعامل معها لاني مش مش قادر ابني تعاطف او تواصل كبير مع حد منهم رغم ان زي ما بقول في كتير منهم كان ليه مقدمات ممكن تكون متيرة للاهتمام الجزء التاني ان بدأ يظهر بعض الانفصال عن المنطق في بعض التسلسلات وبعض الحوادث زي الثورة الغضب اللي كانت عند زين الروبوت في النصف في الربع التاني من الاحداث واللي ما كانتش مبررة ازاي الدفاع عنها كان قليل كده من جانب انرجي كو ومن جانب الاجهزة بتاعت الامد واخيرا ابتدى يظهر القلق الاكبر بان زمن الحلقات بيقل عمال يتناقص وبتدنا نطرح تساؤلات يا جماعة هو ظروف انتاج المسلسل ده كانت مناسبة ولا لا هل حصل تغييرات كتيرة في نسيج المسلسل او في التصميم الرئيسي اللي كان محطوط للمسلسل من اجل التفاعل مع الظروف اللي احنا كلنا عارفينها ولا لا وصولا للحلقة التالتة اللي احنا اتكلمنا فيها عن مسلسل النهاية كانت الامور استمرت في التدهور بالنسبة لي الجانب بتاع الواحة كان وصل لأقصى درجات الملل من ناحيتي انا كنت لسه مقدر ان المسلسل بيطرح تساؤلات وبيجاوبها انه كان بيوازن ما بين الالغاز اللي بيتم طرحها وما بين الالغاز اللي بيجاوبها لان الدنيا كانت قائمة على حلها كده شوية لسه الركائز الدرامية بتاعتنا ممكن تساعدنا في ان احنا نكمل ولكن كان فيه منغصات في الحتة بتاعت الواحة بالتحديد كان الانفصال عن الواقع كتر شوية او زاد شوية او بقى لي مؤشرات اكتر شوية الانفصال عن المنطق في الحتة بتاعت التكتل وخصوصا في التصرفات بتاعت زين وعملية الهجوم عليه من عزيز وبعد كده ازاي صباح يارف التهرب وحاجات زي كده امور كان عندنا تساؤلات آآ وبعدين كان عندنا انفصال واضح جدا ما بين الاحداث اللي بتحصل في التكتل واحداث اللي بتحصل في الواحة والوصل ما بينهم ما كانش جيد بس كان فيه برضو لسه بعض الخطوط الدرامية الكويسة زي موضوع مقتل آآ ارسلان وفكرة المفكرة اللي لقوها وكلام ده كله وبعد كده تفرجنا على الحلقات اللي باقية واحنا عندنا تساؤلات انا كان عندي تساؤلات واضحة جدا هل المسلسل تمتع بظروف انتجية ترضي العاملين عنه عشان نوصل لهذه المرحلة ولا اللي احنا بنتفرج عليه ده فيه تضارب كبير مع الرؤية الاساسية لاعتبارات الزمن والكورونا والصعوبات الانتجية والكلام ده كله في النقطة دي انا وصلتني اضحات آآ دقيقة جدا ان آآ المسلسل عانى بسبب القيود الزمنية بالسبب القيود اللي وضعتها الكورونا وهي بش بس قيود زمنية هي قيود في التحرك قيود في تصميم الاماكن قيود في الصفر قيود من هذا القبيل بالاضافة لمشاكل على مستوى الميزانية منها آآ مش عارف لو ينفع او صفها بتوقع حاجات او انتظار حاجات غير الواقع او تقدير امور بعكس ما هو كان منتظر منها ولكن الازمة الكبرى كانت ازمة الوقت وازمة الكورونا مما ادى بدري شوية لاستبعاد قدر من الاحداث اللي كانت مصممة وتأكيد على ان احنا هنحكي الشق ده من اللي احنا كنا عاوزين نحكيه وحنلاقي في النصف فجوات والفجوات ده هنحاول نسدها ونتفاعل معها ونلاقي لها حل في النقطة دي اسرة المسلسل كانت امام اختيار واجه كتير من المسلسلات في مسلسلات قررت انها تتخطى وفي مسلسلات قررت انها تتوقف عنده وهو طب يا جماعة لو الدنيا كده ليه نخلص دلوقتي ما تيجوا نحط المشروع بتاعنا في حالة تجميد لغاية لما الظروف تخلص ونخلص المسلسل بالصورة اللي احنا كنا عاوزينها ولكن القرار الجمعي من جميع المسؤولين والقائمين عن المسلسل كان بان الانسب والافضل هو عرض المسلسل دلوقتي وعدم الانتظار لبعدين هنا بقى بنبتدي نسأل هل ده كان قرار صح ولا لا هل النتيجة كانت كويسة ولا لا وهل في دلائل على ان المسلسل ده كان ممكن تطلع من النسخة كويسة ولا لا لان اعتقد ان ده المهم يعني من الاخر انا دلوقتي لو واحد بتفرج على المسلسل وانا مش قائم عليه وما ليش مصلحة من ولا اي حاجة في الدنيا وبعدين عرفت ان المسلسل ده قبلته مشاكل في عملية الانتاج ايا كانت طبيعة المشاكل دي انا شخصيا هقول حاجة من الاتنين يا اما يخسارة يعني يخسارة لو المسلسل ده كان اتأجل او اتعامل في ظروف افضل او حاجة بالطريقة دي كان حيطلع منه كويس اه اطلع منه حاجة كويسة او كنت هقول بص همعلم المسلسل ده زي كده الفرقة اللي متأخرة في النتيجة وبنقول بلغة الكورة لو الزمن كان امتد بيهم لغاية الديا مية وتمانين ما كانوش حيجيبه جوان انا في تأديري الشخصي لا المسلسل النهاية لو في ظروف انتاجية كويسة او لو كان تم تأجيله كان ممكن يطلع بصورة افضل من كده بكتير ودليلي على ذلك هو مستوى الحلقات الاولى وصولا لغاية نص المسلسل تقريبا اللي كان فيه حاجات كتير مطيرة للاهتمام اللي كان فيه تأدير مش هقول اعجاب مش هقول انبهار ولكن هقول تأدير للعناصر بتاعة الخيال العلمي وللبداية اللي احنا ابتدناها من خل المسلسل ده شد او اثارة للاهتمام بالقصة بتاعتنا والسيناريو بتاعها لغاية درجة معينة لغاية مرحلة معينة بعدها الدنيا بقى فيها تفكك اكبر شوية كل دي حاجات اقول اكشن انا شخصيا كان عجبني الاكشن بتاع المسلسل فكل دي كانت مؤشرات بتقول ان المسلسل ده كان ممكن يكون افضل من كده بكتير ولكن النتيجة في اخر كام حلقة بالتحديد زي ما بنقول اه 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 وضحت واثبتت ان احنا كنا في حالة انحضار مستمر على المستوى على المتعة بتاعة تجربة المشاهدة على الخلاصة بتاعت الاحداث وعلى تماسكها الدرامي اللي في تقدير الشخصي ساب مننا جدا واحنا عاملين نقترب اكتر واكتر من النهاية مشكلتي الكبرى مع المسلسل ده يا جماعة مشكلتي الكبرى سيبك سيبك من ان عندنا فجوات في الحبق سيبك من ان عندنا تصرفات غير منطقية من الشخصيات سيبك من ان في ردود افعال غير متوقعة وغير مفهومة من الشخصيات اللي بيتم اتخاذ اجراءات ضدهم او بعض التصرفات من بعض الشخصيات الاخرى اللي مش في مصلحتهم دي كلها حاجات يعني زي ما بنقول كده ممكن نقول معلش يا جماعة كورونا معلش يا جماعة وقت معلش يا جماعة ظروف معلش حاجة بالطريقة دي انا مشكلتي الكبرى اللي مكملة معايا او اللي انطلقت معايا من بداية المسلسل لنهاية المسلسل هي قدي ايه الشخصيات بتاعتنا بردة قدي ايه الشخصيات بتاعتنا رفيع قدي ايه انا مش قادر اخلق علاقة مع اي شخصية مش قادر اخد شخصية معاينة واقول جيل بص لبتاعتي اللي اتمنى كمشاهد في النهاية انها تنتصر او انها تخسر. بعكس كل المسلسلات التانية اللي انا اتفرجت عليها. اللي دايما كان فيها شخصيات كتبة على جناني واللي دايما كان فيها شخصيات انا الان عليها. انا لغاية اخر لحظة في مسلسل النهاية. ولا حد هممني ولا حد متضرر بالنسبة له. ولا في حد سعيد بالمصير اللي ممكن يوصل له. ولا اي حاجة على الاطلاق. الاحداث بتاعتنا قرب النهاية كانت المفروض انها وصلت لدرجة التصارع بانها تبقى فيها قدر من الاثارة للمشاهد ده احنا دخلين على مرحلة هجوم صاروخي النتائج بتاعته مهددة لمصير البشرية زي ما شخصيت صديق نفسها نفسها شرحت وانا بتفرج ما فيش ما فيش ادنى درجات التفاعل ولا الان ولا الكون داون تايمير اللي كان عمال ينزل ده كان شغلني ولا مهتم بيه ولا مصير زين فرق معايا سواء الروبوت ولا الشخصيات الرئيسية ولا الشخصيات الاخرى اللي اصلا نطناها وما قلقناش على مصيرها ولا احنا شوفنا جرالها ايه من اساسه والامور دي كلها ده لخيال علمي ولا اكشن ولا اي حاجة في الدنيا ده دراما عشان كده بعيد واكرر النقط اللي قلتها في الحلقة اللي فاتت اللي تضرر يا جماعة من المسلسل قرره في انه يستمر تحت الظروف ديت ويعرض في حالته ديت هو الدراما مش الخيال العلمي يعني انا بقدم حدوتها جوه اطار من الخيال العلمي الخيال العلمي اثبت نجاح كبير جدا في رأيي الشخصي حقيقي فكرة ان احنا نقدر نعمل بشكل كويس تم اثباتها بصرف النظر عما ايه ده كانت وصلت لافضل صورة ممكنة في هذا المسلسل ولا لا انا بس باتكلم على اننا دللنا على قدرتنا في ان احنا نعمل ده اللي موجود على الشاشة توظيف المؤثرات خلق production design او او امور من هذا القبيل يمكن استقبالها في واقع مستقبلي بعيد كل دي امور احنا نجحنا فيها المهمة بقى الحدوتة اللي احنا بنحكيها جوه الموضوع اللي حصل هو ان الحدوتة هي اللي دفعت التمن اللي هي ازاي ما كنت بقول في الحلقة اللي فاتت اللي المفروض انها الاسهل بس برضو التوضيحات اللي وصلت لي كان ليها معنى في النقطة دي ان منطقي جدا ان اللي يدفع التمن هو الدراما لان كل حاجة احنا وائمنا فيها كل حاجة احنا تنازلنا عنها كل حاجة احنا تخطناها كان ليها تمن كبير على مستوى الانتاج داخل اطار الخيال العلمي المشهد اللي انا قررت استبعده استبعدته لانه محتاج شغل كتير جدا في اطار الخيال العلمي عن طبيعة المشاهد الدرامية العادية اللي تتعرض في اي مسلسل تاني فبناعا عليه كان منطقي ان الحدوتة تدفع التمن بس بالنسبة لي انا كمشاهد الاستقبال النهاية النهائي هو الحدوتة اللي انا اتفرجت عليها القصة اللي انا اتفرجت عليها المغامرة اللي انا تبعتها دي طلع شكلها عامل ازاي والنتيجة بالنسبة لنا كلنا ان الشكل صعب قوي في النهاية بالتحديد كمان ابتدنا نقدم شخصيات ونعتمد عليها بشكل كبير جدا في خلق تحولات لهم نتقدمها نفسه كان متأخر قوي زي فكرة الشخصية الهستيرية اللي كان مختطف صباح ده ولتقدم من خلاله معلومة مصيرية جدا لاحدثة حركت على اساسها وهي تكهنات الطائفة بتاعته بالزمن بتاع الهجوم المتوقع زي العصابة اللي كانت بتاخد المواد الغذائية من جرينكو واللي خلق التحول مهم جدا في توصيل صباح لانها تنقذ زين الروبوت رغم ان الكيان ده كله على بعض وكده دخل علينا من غير لايحم ولا دستور وخرج من الباب التاني واحنا نفسنا وحنا عادين كده مش عارفين دول مين ولا مهمين في ايه ولا ايه طبعتهم ولا ايه لازمتهم ووصلنا في الاخر لفوضى كبيرة جدا 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 عملية انتحار شيرة عملية التواقم والتوافق السريع جدا اللي تم ما بين صديق وما بين مؤنس زين اللي مجرد انه ترمى في مكان وتقفل عليه فبقى كده متجمد خلاص وجهزين ان احنا نقابله بعد خمسة وعشرين سنة ويطلع فايق وحلو وبيتكلم وحاجات زي كده تكنولوجيا ما تم مش تقدمها يعني انا ما عنديش مشكلة يا جماعة في ان ايه مسلسل في الدنيا يخلق اي وقع هو عاوزه طالما بيرسيله قواعد لكن في غياب القواعد الدنيا مفككة جدا اللي بيحصل على الارض سلوك عزيز مش عارف واحنا بنتكلم على فكرة المنطق يا جماعة المنطق داخل احداث المسلسل اللي احنا بنتكلم عليه تعالوا نرجع بقى نحسب على الامور اللي احنا كنا مأجلين الكلام عنها الدبابيس اللي انا كنت عملة حطها ديت وبعدين بطلت حطها لان الدبابيس خلصت مني والحطة خرمت من كل حاجة في الدنيا ليه عزيز في البداية قبل ان هو يساعد صباح ده الموضوع ما تجاوبش عليه تعاطف هو ده الموضوع يعني عزيز الروبوت اللي احنا شفناه ده بطريقة تفكيره بتصميمه على الانهاء التام لزين الروبوت ممكن نصدق انه في مرحلة من المراحل تعاطف مع صباح ووافق انه هو يبني لها الروبوت رغم انه ما عندهش اي مصلحة بل ان هو متضرر رئيسي من الموضوع اللي حصل ده ليه آآ زين تم اختياره لموضوع الجيمز او المنافسات اللي قابل فيها ارسلان في الواحة واللي انطلقت منها مشاكل كبيرة جدا للناس اللي في الواحة ايه الدافع ان في ويتر كان عاوز يحقق ربحه والموضوع خلص عند كده دي كلها امور كان عندي فيها تساؤلات وزي ما بقول كده اجلتها لا 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 استنى ممكن المسلسل اللي يكون عنده من الذكاء انه يستعيد الامور دي ويبررها بشكل كويس داخل السياق ونصدقها ونقتنع بيها وكلام زي ما حصلش ما حصلش بتضف ليها كمان مشاكل تانية شخصية ابهم دي ده احنا نطناها احنا فضينا منها يعني شخصية ردوة بالطفل الصغير ولا نعرف ايه اللي جرى لهم ولا ايه حاجة في الدنيا آآ خطوط اهملت وتسابت آآ رحلات كنا مهتمين بيها بيها مرجعناش نشوف ايه اللي حصل فيها آآ كل الكلام ده دلوقتي انا عارف كويس قوي ان لو في حد متهاطف مع المسلسل هيقول اسخد بالك احنا خلصنا على نهاية مفتوحة تمهيدا لجزء تاني فبناءا عليه كل الاسألة اللي انت عملت اسألها ده ات اجابتها استنى الجزء التاني استنى نشوف صديق ناوي يعمل ايه بزين في الجزء التاني تعالوا نشوف صباح هتعمل ايه بعد ما فقدت زن الروبوت او بقلها خمسة وعشين سنة بتعمل ايه في الجزء التاني تعالوا نشوف يحيا بعد ما كبر في الجزء التاني تعالوا نشوف في الجزء التاني لغاية لما ابتليت اصدق انا شخصيا ان الجزء التاني ده عمره مكان جزء من الخطة وانه تم طرحه دلوقتي فقط كعزر عشان كل ما نسأل على حاجة ما تمش انهاءها وحاجة ما تمش حسمها يبقى نقول في الجزء التاني يا فرحيتي ده ده اسهل حاجة fait الدنيا يا جمان. دي اسهل حاجة في الدنيا. ده يا ريت. خلاص يا جمان دي روشتة لكل مسلسلات الدنيا من هنا ورايا. لما تيجي تتسائل على اي خط ما حسمتوش. قول الجزء التاني. وانتهينا. وخلصنا في هذه النقطة. والمسلسل ده بالتحديد عنده اقل عزر في الدنيا. في حتة الجزء التاني ديت. لانهم بالفعل خلاص فهمنا. والناس كلها ادركت. سواء عن طريق معلومة او عن طريق توقع شخصي بان دي مستحيل تكون الاحداث اللي طم تصميمها من البداية للنهاية. ده مستحيل يكون عمل متكامل. من الاخر يعني. وهنا تعالوا بقى نرجع للنقطة اللي دايما نكون بنتكلم فيها يا جماعة معلش ده خيال علمي. يا جماعة معلش ده احنا بنجرب في حاجة عمرنا ما عملناها قبل كده. ده معلش يا جماعة احنا اصلنا بنفتح باب الاعمال الجاية. الاعمال الجاية. هنا بقى تعالوا نقف شوية. هو احنا حقيقة يا جماعة لما بنعمل او لما نتصدر لمسئولية اعمال زي دي. لما في حد يجي يقول انا عاوز اقدم اول مسلسل رعب. انا عاوز اقدم اول مسلسل خيال علمي. انا عاوز اقدم اول مسلسل حربي. انا عاوز اقدم اول مسلسل باجمع ما بين الرسوم المتحركة والرسوم العديقة. ده انا عمل اسرت في تصنيفات احنا كنا محرومين منها وابتدينا نشتغل جواها. انا عاوز ابدأ اول آآ عاوز اعمل تجربة اول مسلسل مش شرط خيال علمي. عاوز اعمل مسلسل فيه حوش. عاوز اعمل مسلسل فيه تصنيفات موجودة في كل حتة في العالم. هل انا خلاص بما اني قررت ان انا حبقى اول واحد بيعمل الموضوع ده بقى معايا شيك على ضياط باني اعمل اللي انا عاوزه. وكل ما نيجي نتكلم على اي مشكلة نقول معلش قد ترخرنا ان احنا بتدينا نقدم تصنيف بيتقدم لاول مرة. ولا انت بتتحمل اصعب مسئولية في الدنيا في انك تشجع الناس كلها في انها تبتجي تجرب في الطرق دي وفي الحاجات دي. يعني ليه النهاردة مسلسل الاختيار? رغم ان انا شخصية ما تبعتوش. لكن شايف كويس جدا انه ابتدى يشجع شهية المشاهدين على انهم عايزين يشوفوا اكتر من ده. عايزين يشوفوا افلام حربية اكتر. عايزين يشوفوا مسلسلات حربية اكتر. طب ما احنا بنعرف يا جماعة? طب ما احنا عندنا حواديت يا جماعة? ما احنا عندنا بطولات وعندنا قصص وعندنا حاجات يلا بقى طلع لي من ارشيف تلاتة وسبعين وطلع لي من ارشيف ستة تلاتة سبعة وستين وطلع لي من ارشيفات المقاومة وطلع لي من احنا عندنا حواديت بالهابل. والشهية تفتحت والنفس بقت مستعدة. مقابل ان احنا من سنتين عملنا مسلسل رعب كاول تجربة في الدنيا في شكل مسلسل كفرد الهاب. وكل الناس القائمين على كل الاعمال اللي في الدنيا. وانا سألتهم. سألت عدد من المنتجين وعدد من المؤلفين. يا جماعة تحبوا تجربوا نفسكم في الرعب ولا لا? او الناس قالت لا. ما بنعرفش. اسبتنا ان احنا ما بنعرفش. وما اخشاه ان بعد تجربة النهاية الناس كلها على ما نيجي نسألها انتو عندكم مستعدات تجربوا تاني في الخيال العلمي. بعد ما مسلسل النهاية فتح لكم الباب. وقدم لكم مخرج شكله بيعرف. يعمل شغل خيال علمي. يعمل شغل معتمد بشكل كبير قوي على على المؤثرات البصرية على الكلام ده كله. يعني انا مظل نشان ياسر ياسر سامي هو الوحيد من نوعه. اه في ناس كتير بتتعلم وناس كتير بتتطور. والناس اللي بتعمل المؤثرات في كل المسلسلات الاخرى. الشركات والشباب والناس المصممين. والكلام ده كله يقدروا يشيلوا لواء حاجات بالطريقة ديت ويعملوها ويشيلوا مسؤوليتها. ولكن انا اعتقد ان التجربة بتاعت المسلسل ككلة هتوصل الناس كتير انها تقول لا يا عم احنا ما بنعرفش. لا يا عم وانا مالي وانا عليا من ده بايه? انا اشتغل في اللي احنا بنعرفه واللي بيجيب شغل كويس والكلام ده كله. فبناء على ايه? لا يا جماعة. فكرة ان انا الاول ده ده مش تشريف ده تكليف ولا فخفخة ولا ملك وجاه. يعني فكرة ان انا بتصدر ان انا بقى الاول في كل حاجة فانا بشيل مسئولية. يعني لازم اشجع الناس انها تبقى عايزة تعمل ده اكتر. لازم اثبت نجاح في الموضوع ده مش اخدها في الاخر عزر عشان مشاكل ميزانية. مشاكل كورونا. مشاكل زمن. مشاكل معرفش مين. مشاكل التجربة بتاعتنا حمد عمالها اول مرة في الدنيا. والمتأثر الاساسي بيبقى الشق اللي المفترض ان هو سهل على الجميع وهو الشق بتاع الدراما. دي النقطة اللي انا عوز اتراحل حضراتكم للنقاش وانا بعلن رسميا ان تقييمي لمسلسل النهاية هو ستة امان عشرة. لان انا وانا بجيت النهاردة استعيد الانتقادات اللي احنا كنا بنقولها للتجربة الاولى الاخيرة اللي احنا كنا بنتكلم عنها في مسلسل كفرد الهاب. بكتشف ان احنا حلنا كان افضل. هل لو حطيت في الاعتبار مشاكل الكورونا المتيجة ممكن تبقى اعلى شوية? هل لو حطيت في الاعتبار المشاكل الزمنية التقييم ممكن يبقى اعلى شوية? هل لو اطلعت على المسودة الرئيسية بتاع السيناريو المسلسل? هقول يا خسارة. ده فعلا التقييم بتاعه كان ممكن يبقى فضل من كده شوية? حقيقة. لو جنا نتكلم على مشاكل التسمين بتاع تجربة الخيال العلمي الاول مرة. التقييم ممكن يبقى اعلى شوية? الحقيقة برضو اه. بس احنا عملنا كده كتير قبل كده ومنتحرقش القدام. كل اللي بنعمله ان احنا بنحط اسمنا على تجربة بتتجرب لاول مرة ولكنها تجربة للأسف ممكن يكون ضرارها اكتر من فائدتها. شايفين كده ولا لأ? ايه رأيكم? نجرب حتى لو الزمن مش مساعد? حتى لو الظروف مش مساعدة? حتى لو الوقت ما بيساعدناش نحن نقدم افضل ما عندنا? احب اسمع رأي حضراتكم في التعليقات. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة. ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لا وعجبتكم. اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول. تابعوني على فيسبوك وتوويتر ونيمو بوديو. بوديو بوي